احتفل الاردنيون اليوم بالذكرى الثامنة والستين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية وبهذه المناسبة رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر اليوم الحفلة الوطنية بحضور جلالة الملك رانيا العبدالله وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ولدى وصول جلالته موقع الاحتفال حيته ثلة من حرس الشرف واطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة وعزفت الموسيقى السلام الملكي والقى كل من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور ورئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس المجلس القضائي هشام التل القوا كلمات تحدثت عن المعاني السامية للاستقلال والانجازات التي تحققت على مختلف الاصعيدة وقال رئيس الوزراء في كلمته ان الاردن يحتفل بهذه المناسبة وهو يقف بكل فخر واعتزاز في حضرة روح الملك المؤسس عبدالله الاول على ما حققه للاردن وفلسطين والامة العربية والاسلامية اجمع وما قدمه من تضحيات المدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك لافتا الى الدور الهاشمي الذي كان وما زال المدافع الاول عن حقوق ابناء الشعب الفلسطيني حتى يستعيدوا حقهم المغتصب ويقيموا دولتهم المستقلة على ثرى ابائهم واجدادهم واشار انسور الى مضي الاردني والاردنيين تتقدمهم القيادة الهاشمية بكل عزم واسرار نحو مشارف المستقبل لا يأبهون بعائق يعترض طريقهم ولا يلتفتون الى متخاذل يقصر عنهم ولا يألون جهدا في حماية استقلالهم والسعي الى تحقيق تطلعاتهم والمحافظة على مكانتهم ومنجزاتهم وكرامتهم وان حق العودة اليها مقدس لا يملك احد حق التنازل عنه او المساومة فيه من جانبه اعرب رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة عن فخره واعتزازه لما حققه الاردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني من اصلاحات واسعة مبشرة بقيادته الحكيمة في ظل الظروف الداخلية والاقليمية والدولية المعقدة موضحا ان الاردن قادر على تخطي العقبات ومواجهة المشكلات بشجاعة وحكمة بدوره اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروني ان الاصلاح الشامل الذي قاده جلالة الملك عبد الله الثاني لابد ان يستمر كونه مسئولية تقع على عاطق الجميع وبخاصة في هذا الوقت العصيب الذي يجتاح منطقة الشرق الاوسط وخلال كلمته قال رئيس المجلس القضائي هشام التل ان الاستقلال مناسبة مجيدة حقق الاردن من خلالها بقيادة الهاشميين انجازات سياسية واعلامية واقتصادية وثقافية واستقلال القضاء والبيئة الداعمة له كما تمكن الاردن من ارساء دعائم الدولة الاردنية وترسيخ معالم الحرية والديمقراطية وفي نهاية الاحتفال انعم جلالة الملك على عدد من مؤسسات الوطن وكوكبة من رواد العطاء والانجاز باوسمة ملكية تقديرا لجهودهم التي بذلوها في بناء الاردن وتعزيز مسيرته وهذا التكريم الملكي هو عرف سنوي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال تقديرا لمؤسسات وابناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات سواء اكانوا داخل الخدمة الرسمية ام خارجها هذا وكان قد تلقى جلالته برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال المملكة من قادة الدول العربية والاسلامية عبروا فيها عن مباركتهم لجلالته بهذه المناسبة الوطنية سائلين الله العلي القدير ان يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الاردني بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي ادخلنا بحكمة وقوة واقتدار القرن الحادي والعشرين وجعل العالم كله يصغي لما نقول وينظر بعين الرضا لما نفعل في هذا الوطن الذي بارك الله فيه وبارك حوله وعلى امتداد الدنيا في كل الجهات بذلا وعطاء وتضحيات بوركت يا قائد الوطني وبورك هذا الحما وأهله الطيبون الأوفياء الذين أجاروا على مدى الأيام كل مستجير بهم من عواصف الألم وألم العواصف وأعاصير الظلم والقهر في هذا الزمان الأكثر غرابة من أي زمان سواه المواطنة هي مرجعية الحكم الحكم الرشيد تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتراعي ظروف المناطق والأشخاص الأقل حظا ويوازي ذلك يا مولاي وطنية حقه تعتز بالوطن وتدافع عنه وتؤدي واجباته نصوغ جبهة وطنية متماسكة موحدة الهويات الفرعية عناصر إغناء وعنوان تعددية تسهم في تجذير الهوية الوطنية ولا تكون نقيضا أو بديلا عن الهوية الوطنية إننا يا مولاي في هذه الذكرى العزيزة نؤكد على أن العزيمة ما استسلمت والهمة لن تستكين والإصرار لن يتوقف دون تحصين مملكتنا بمجد المنجز وشرعية النظام ومشروعية التطور والتحديث تبقى ذكرى الاستقلال احتفالا بالخامسة والعشرين من أيار العلامة الفارقة في تاريخ الشعب الأردني فللأردني مع الاستقلال حكاية طويلة وتاريخ مشرف من إنجاز وبطولات سترت على أيض العظماء من بني هاشم لتصنع من المجد عنوانا ومن الانتصارا لم تكن وليد صدفة أو منحة القذر وأنما جاءت مخاضا لجهود جبارة ومصيرة طويلة وسلسلة من التضحيات دقت باب المجد بقوة لتتوج للأردني مكانا مرموقا بين الدول متجاوزا كل العقبات متحديا كل الصعوبات في النهوض بالوطن اشتركوا في القناة